بحس بانتعاش غير طبيعي يعني بالنسبة لي إنما أنا مش غاوي خروب مش غاوي عرقسوس طبعا أنتوا أحرار إنما أنا تلاقيني في المش غاوي دوم حاجة غريبة جيوا عادي يقولك إيه هنجيب بعصير دوم إيه يعني ترينا دوم وإحنا أما كنا في المدارس الزمان مش غاوي عرقسوس أنا في السوبيا أنا في الكركدي أنا في العصاير وبعدين قريب بقى كده إن شاء الله لما نقرب كده من شهر 7-8 هيجي عصير المنجة اللي فيه قطع اللي هو تعب بقى تأكل فيه حيوان كده اسمه حيوان القندس اللي هو في المياه كده ينام على داره ويقعد يأكل الحاجة كده أنا بعض بقى أجيب المنجة وأكل كده وأشرب عصير وبتاعه أحيكد من دي بس يعني على مئدة الإفطار العصاير بقت أساسية وبقت مهمة طبعا لا تقل أهمية عن السنبوسك والقطايف اللي بالجبنة والقطايف اللي باللحمة السنبوسك بجبنة سنبوسك بلحمة وأطايف بالجبنة ده طبق عادي ده ده طبق عادي ده لازم يبقى جنبنا وبعدين نبتدي نشوف الأكل بقى يعني نبتدي نشوف هناكل إيه إنما الطبق ده شوية السنبوسك سواء كان جبنة حلوة كده لا ما فيش صلطة خالص الصلطة مش مستحبة في الفطار عندي الشربة ماشي في الأول كده أخد شوية شربة عشان الواحد أنا مش من الناس اللي بيفطاروا على طمر على فكرة يعني أنا مش من الناس اللي فيه ناس تبتدي بالطمر وتعالي لازم أبتدي بالشربة وبعدين أكل الطمر يعني غريب شوية بس يعني بحب الأول حاجة سخنة كده وبعدين ممكن بقى أسكر وبعدين أحدق وبعدين أسكر وبعدين أحدق بتعب بنتعب قوي في الصيام على فكرة احنا زي ما أنتم شايفين كده فيه جهاد وتعب غريب موهب موهب موهب